أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 1848 واستمرت في بذل الجهود منذ ذلك الوقت لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرية العامة أعتبرها قطوة جادة على سبيل النهود بحقوق الإنسان في مصر أغدا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في سياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية موسيقى موسيقى موسيقى